السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو جلست معاهم هتتغفر ذنوبك كلها تعالوا نعرف بعدا من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم على رأي المثل من جاور السعيد يسعد فعلا والله ده حاجة عيبة جدا لما تجاور أهل التقوى وأهل الورع وأهل الدين وأهل الخلق بفضل الله تسعد في الدنيا والآخرة لأنهم يأخذون بيديك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس يعني ليسهم من الملائكة الذين يكتبون لنا الحسنات والسيئات لأهم ملائكة آخرون قال يطوفون في الطرق بيعملوا إيه يلتميسون أهل الذكر المقصود هنا بأهل الذكر مش الناس اللي قاعدين يتطوحوا تمام ويعملوا لأعدات الجلسات الحضرة لا مش ده المقصود إنما المقصود هنا بأهل الذكر إما مجالس مثلا القرآن لتعلموا القرآن أو مجلس فيه عالم يعلم الناس أحكام الدين بفضل الله سبحانه وتعالى أو جلسين في المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر كل واحد فيهم لوحده بيقول مع نفسه أذكار الصباح أو أذكار المساء ليس بشكل جماعي ولكن بشكل فردي تمام؟ والراجح هنا أنها يعني الكلام ذا في الغالب يعني يكون على مجالس تعلموا القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى طيب إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا يعني كل واحد ينادى على التاني دي الملائكة هلموا إلى حاجاتكم تعالوا لأينا اللي احنا عايزين فيحفونهم يحف هؤلاء الناس تمام؟ اللي قاعدين بيذكروا المولى عز وجل بيقراء القرآن فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم عز وجل بيسأل مين؟ بيسأل الملائكة وهو أعلم يقول جل وعلا ما يقول عبادي وهو أعلم بما يقولون فتقول الملائكة فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك تمام؟ يبقى إما أعادين بيقروا القرآن وإما أعادين كل واحد عمال بيذكر ربنا الوحد لكنهم أعادين في المسجد كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى يسبحونك بيقولوا سبحان الله ويكبرونك يقولوا الله أكبر ويحمدونك بيقولوا الحمد لله ويقبلك ويمجدونك فيقولوا جل وعلا فهل رأوني يعني هم رأوني عشان عملين يذكروني بهذا الشكل الجميل هل رأوني فتقول الملئكة لا والله يا ربي ما رأوك فيقولوا فكيف لو رأوني إذا كانوا هم بيسبحوا بحمدي بيقولوا سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم ما شفونيش همال لما يشوفوا ربنا سبحانه وتعالى شوف الكلام كأن ربنا بيقول الملائكة همال إذا كانوا بيذكروني هم ما شفونيش فلما يشفوني هيعملوا إيه فقال جل وعلا فكيف لو رأوني فتقول الملائكة لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول جل وعلا وهو أعلم فما يسألوني بيقولوا إيه بيقولوا في الدعاء اللي بيدعوه يقولون إنهم يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها هم شافوا الجنة فيقولون لا والله يا ربي ما رأوها فيقولوا فكيف لو رأوها هما لو شافوا الجنة إذا كان هما ما شافوش الجنة وعملين بيدعوه إننا أدخلهم الجنة هما لو شافوا الجنة هيعملوا إيه فكيف لو رأوها فتقول الملائكة لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة فيقول جل وعلا وهو أعلم فمما يتعوذون فيقولون يتعوذون من النار خفي من النار فيقول جل وعلا فهل رأوها هم شافوا النار فيقولون لا والله يا ربي ما رأوها فيقولوا فكيف لو رأوها إذا كانوا خيفين من النار وهم ما شافوهاش ما شافوش نار الأخرة اللي النبي قال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ناركم هذه التي توقضون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم سبحان الله فبيقول فكيف لو رأوها فتقول الملائكة لو رأوها يعني لو شافوا النار لكانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة فيقول جل وعلا فأشهدكم أني قد غفرت لهم الناس اللي عاديين يذكر ربنا دولك فربنا بيقول للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم اللي يحصل هنا بقى فيقول ملك من الملائكة يا ربي فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة فيقول جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وفي رواية وله قد غفرت الله أكبر الحديث هنا بيذكر إن في واحد في مجموعة من الناس قاعدين بيذكروا المولى عز وجل تمام كده وهم قاعدين بيذكروا المولى عز وجل في واحد جاي من برا جاي هو أصلا ليه مصلحة عنده واحد من اللي قاعدين في المسجد مثلا ليه عليه فلوس أو ليه طلب منه عايز خلصوله أو ليه مصلحة معينة عنده فسأل عليه قاله له ده في المسجد راح للمسجد هو لا رايح لجلسة ذكر ولا لجلسة قرآن ولا أي حاجة هو رايح لمصلحة فلا هم قاعدين فمرضيش يعني يقطع له ماذا الذكر فقعد جنب هذا الرجل لحد دمه خلص خالص وطلب الحاجة اللي هو عايزه فالملك بيقول يا ربي فيهم فلان إنما جاء لحاجة ده لكان جاي لذكر ولا القرآن ولا أي حاجة ده كان جاي المصلحة فيقول جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وفي رواية وله قد غفرت فبمجرد إن هو جلس مع من يذكرون الله غفرت له ذنوبه بسبب جلوسه بجوار هؤلاء الأفاضل بفضل الله سبحانه وتعالى مش قلت لكم في الأول من جاور السعيد يسعد بفضل الله سبحانه وتعالى مجرد جلوسه مع الذاكرين غفرت ذنوبه فكيف بالذاكرين أنفسهم يعني مجرد إنه قاعد جنبه واحد ممن يذكرون الله اتغفر له ذنوبه فكيف بمن يذكر الله سبحانه وتعالى فلذلك بقول احرصوا على مجالس الكرآن وما جلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا وذكرهم الله عز وجل في من عنده الله أكبر عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما وصيته لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيه وقال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليلي يعني على دين صاحبي فلينظر أحدكم من يخالل فاللهم ارزقنا صحبة الصالحين يا رب العالمين واجعلنا من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة